لا يزال الغموض يشوب نتائج محادثات الاتفاق النووي مع إيران بعد مرور أكثر من عام على بدء المفاوضات بين القوى الغربية والطهران العودة إلى الاتفاق النووي أم الخروج منه سيناريوهان لكل منهما نتائج طويلة الأمد على المنطقة فعلى الرغم من أن بعض المؤشرات تشير إلى أن الاتفاق يخطو خطوة نحو الحسم إلا أن وكلة رويترز نقلت عن مسؤولين أمريكين قولهم إن هناك فجوات ما زالت قائمة بين طهران وواشنطن وإنه ليس من الواضح ما إذا سيتم التوصل إلى اتفاق بالأساس وبعد جولات ماراثونية من المحادثات بثق منها نص أوروبي نهائي قدم مطلع الشهر الحالي إلى إيران التي ردت بدورها عليه مع ملاحظات على ما يبدو لم يكشف عنها تنتظر الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي الرد الأمريكي بيد أن الجانب الأمريكي يصر على أن الاتفاق بدون تنازلات إيرانية حقيقية على أرض الواقع وهو ما حدث وفق شبكة CNN التي نقلت عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم على تقديم النظام الإيراني تنازلات في قضايا حساسة لكن سيتعين على طهران اتخاذ خطوات مهمة لتفكيك برنامجها النووي وستمنع من تخصيب اليورانيوم وتخزينه وفق مسويات محدودة للغاية كما ستتطلب الصفقة إزالة الآلاف من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة لديها ولكن السؤال هو ما إذا كانت إيران ستلتزم بهذه الشروط يبقى الوقت هو الكفيل بالإجابة عن هذا السؤال مع سمرار التناقضات الإيرانية فطهران التي تؤكد أن شط بحرسي الثوري من قائمة الإرهاب الأمريكية ليس شرطا للاتفاق تقول إنها لن تسمح بعمليات تفتيش تتجاوز ما هو منصوص عليه في اتفاق 2015 وتنكر وجود أي مواقع نووية غير معلنة على الرغم من تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الجانب الإيراني لم يقدم الأجوبة الشافية حول ثلاثة مواقع مشبوهة عثر فيها على آثار يورانيوم مخصب